لن تعبروا فالنخل والصبار والمهج الصغيرة حرس لوحدتنا هكذا راهن الجاوي على وطن ووحدة بلاد وفيا لموقفه الصلب حيا وميتا في ذكرى وفاته العشرين لا يزال اليمنيون أو فياء له إنه الفقيد عمر عبدالله الجاوي من موالد عام 1938 في مديرية الوط بمحافظة لحج وتصادف اليوم ذكرى وفاته العشرين عن 59 عاما إذ توفي في الثالث والعشرين من ديسمبر لعام 1997 أسس حزب التقمع الوحدوي اليمني وظل أمينا عاما لا حتى وفاته في 23 ديسمبر عام 1997 يستعيد تلامذته ومحبه هذه الذكرى بالكثير من الانتماء والوفاء له ولتاريخه نضالي بل ويراهنون على مواقفه كصراط لا تحيد عنه الأجيال والشرفاء من بعده هذا الجنوبي الذي أثمرت روحه الوطنية والوحدوية في شمال الوطن فكان عابرا لجغرافيا الأحزاب والانتماءات الضيقة تاريخه حافل بالمواقف والمآثر الوطنية ثقافيا وسياسيا وأدبيا وحافل بأدواره الوطنية ومواقفه النضالية التي أسهمت في صياغة تاريخ اليمن في أحلك الظروف فقد كان للجاوي دور في تأسيس حركة المقاومة الشعبية أواخر عام سبعة وستين وبرز كقائد ميدانيا وسياسيا في الحركة التي أسهمت في فك حصار سبعين كما أن لحضوره السياسي والفكري أثره البالغ فقد كان أحد أعضاء اللجنة الدستورية لوفد الجنوب لوضع مشروع دستور دولة الوحدة وشارك في تأسيس حزب العمال والفلاحين وأسهم في تأسيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنين وكان الاتحاد حينها أول مؤسسة وحدوية تجاوزت حدود التشطير السياسي أعلن الجاوي تأسيس حزب العمال اليمني في تعز عام واحد وسبعين وأختر ليكون أمينا عاما للحزب حتى وفاته عينا الجاوي مستشارا في رئاسة الجمهورية بدرجة وزير وشارك في لجنة الحوار الوطني إبان الأزمة عام الف وتسمائة وثلاثة وتسعين كما شارك في صياغة وثيقة العهد والاتفاق وكان من الموقعين عليها في العشرين من فبراير لعام أربعة وتسعين في الأردن أصيب الجاوي إثر محاولة اغتيال فاشلة في مطلع التسعينيات بمدينة صنعاء رحل الجاوي بعد أن خلف إرثا سياسيا وفكريا وأدبيا من خلال المقالات والدراسات والمحاضرات وصدر له كتابان أحدهما عن الصحافة النقابية في عدن والآخر في حصار صنعاء بالإضافة إلى ديوانه صمت الأصابع